استخدام الطريق الرافر في عدن لاحق ومعهود التعيد وتم الرد عليهم من مصادر النيوان التي انطلقت منها النيوان تم الرد عليهم من مدفعية الجيش الوطني والرشاشات وكما ترى الآن الطريق سالك أمام المواطنين ولم تتوقف إلا ببعض دقائق حتى مش ساعات مقرد ما رد القيش الوطني والرشاشات الطريقة سالكة ولم يحدث أي قطع لهذا الطريق